في سيدة متزوجة بقالها 8 سنوات وبتتكلم على أن هي تزوجت زواج تقليدي لكنها كانت قبل الزواج بتمارس العلاقة الحميمة مع صديقة لها وأن هي بقالها دلوقتي 3 سنوات اعتادت مرة أخرى تعود إلى هذه العلاقة رغم أنها متزوجة وبتقول أن أجد نفسي في علاقتي مع صديقتي أكثر من علاقتي مع زوجي هي بالضبط نفس مشكلة اللي ما بيجرش خطه ومش عايز يحاوله ومش عايز أنه يطرد هذا الخطر من دماغه أيه وسأنا هنا قدام علاقة مثلية ما هو أيا كان يعني هو ينفع يبقى فيه علاقة مثلية وعلاقة طبيعية آه ينفع طبعا بالنسبة لعلاقة مثلية بالنسبة ما حقول لحرتك فيه نوع اسمه بقى فيه نوعية من الهوموسكشواليتي أو من الشواز جنسيا بيسموهم باي سكشوالي يعني بيسموهم هوموهتيرو يعني هما بيبقى مع نفس الجنس ومع الجنس الآخر ده بيبقى برضو نفس الحكاية أنه هو مسألة العلاقة المثلية دخلت إلى حياته وهو كسل يطردها ما تخليها ما كويسة أنا بحس برضو بمتعة ما فيها في حين أنه هو لو قرر أنه هو يبطلها هيبطلها زي تبطيل السجاير وطبطيل الخضرات وطبطيل الخمرة كل الحاجات دي بتاخد مجهود ذهني خلاص ومجهود نفسي بس في الآخر بتتبطل لكن هي مش عايزة هي في الآخر كتتحطها حاجة على الرف وعارفة أن هي لما تعوزها هتمدي إليها بتقول بتستمتع مع صديقتها أكثر من زوجها لأنها كانت بتعمل ده قبل ما كانت تتجاوز وكانت بتستمتع به فهي بقت قولة على أن ده طريقة المتعة بتاعتها ده القالب اللي قولنا المطاطي اللي هو بيتشكل مع العلاقات العلاقة الزوجية ولابد أنه أي حد بيؤدي أي أداء قبل الزواج سواء كان أداء مثلي أو أداء قدام فيلم أو قراءات أو بألاقات محرمة لابد أنه هو يقرر قرار 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 أنه هو ده غير موجود في حياته هيعمل مجهود ويبتدي يعمل حاجة اسمها الريبليسمانت أو هي حاجة مكان حاجة ويطرد أي خاطر يجي في دماغه كلام ده هياخد له شهر اتنين تلاتة بعد كده هيبقى طبيعي